أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أكد أن دعم جلالة الملك المفدى يده الله لا محدود للتربية والتعليم ساهم في تطوير المجال العلمي في المملكة بصورة كبيرة ووفق منهجية واضحة المعالم مبنية على الأسس الحديثة والصحيحة في هذا المجال وهو الأمر الذي يؤكد أن الحركة التعليمية في المملكة تشغل حيزا كبيرا من فكر جلالته المنير والذي يطمح لمستقبل يزخر بالأساليب العلمية والخبرات المتجددة لتكون الحركة التعليمية رافدا مهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لمدرسة بيان البحرين بمناسبة الفوز بالمركز الأول عن فئة مدارس قارة آسيا المشاركة في جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المدرسة الشيخة الدكتورة مي بن تسليمان لعتيبي رئيسة مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة التعليمية والإدارية ونقل سموه خلال الكلمة التي ألقاها تحيات وتهاني جلالة الملك المفدأ يده الله إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة بمناسبة الفوز مؤكدا سموه أن جلالته يولي حركة التجديد التربوي أهمية مضاعفة وذلك إيمانا من جلالته بقوة التربية والتعليم في تنمية الواقع الإنساني وبناء المستقبل المنشود للمملكة وتقوية كافة جوانبها وقطاعاتها وأشهد سموه بدور الشيخة الدكتورة مي بن تسليمان لعتيبي والتي تمكنت بفضل قيادتها المتميزة للمدرسة من تحقيق نقلات نوعية بارزة في مسيرة عملها وتطوير إمكانيات الإدارة التعليمية والطلبة ووضع الخطط المناسبة التي جعلت المدرسة تتنافس على لقب الجائزة وتحققها وأذنى سموه على دور المعلمين والمعلمات في تطبيق خطة المدرسة الرامية إلى تحقيق كافة أشكال التميز على المستوى المحلي والإقليمي معتبرا سموه أن الطلبة والطالبات كانوا جزءا أساسيا ورئيسيا في تحقيق هذه الجائزة وقد ألقت الشيخة الدكتورة مي بن تسليمان لعتيبي كلمة أشهدت من خلالها بدعم جلالة الملك المفدى حفظه الله للحركة التعليمية في المملكة الأمر الذي ساهم في تحقيق مدارس المملكة للعديد من الجوائز مشيرة إلى أن اهتمام سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وحرص سموه على حضور الحفل دليل واضح على دعم سموه للطلاب والطالبات وحثهم على المبادرة في تقديم الابتكارات والأفكار النيرة باعتبار سموه ملهما للشباب البحريني في مختلف الجوانب وقد قام سموه بتكريم الطلبة والطالبات المشاركين في الجائزة وتسلم سموه هدية تذكارية من الشيخة الدكتورة مي بن تسليمان لعتيبي وفي ختام الحفل قام سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بجولة في المدرسة وتعرف بصورة مباشرة على المشاريع التي قدمها طلاب وطالبات المدرسة في الجائزة الابتكار والتطوير كلمتان ابتدأ بهما سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ابتدأ بهما زيارته لمدرسة بيان البحرين الذي نقل من خلالها أهمية مشاركة شباب في المحافل الدولية وإشراكهم في المسابقات العالمية التي تفتح لهم أفاق التعرف على العديد من المعلومات والثقافات التي تساهم في خلق أجواء إبداعية تحفزهم على الابتكار بما يواكب التطور الحاصل في كافة المجالات وأشار سموه إلى أن تكنولوجيا الاستدامة ستفتح أبواباً للبحثين والمخترعين البحرينيين للخروج بنموذج بحريني مشرف محلياً ودولياً مشيداً بدور الشباب المشارك في هذه المسابقة وإمكانياتهم المتقدمة والتي أهلتهم للفوز بهذه الجائزة المرموقة شكراً للجهود المبدولة من قبل المدرسة للأصول إلى هذا المستوى المتطور في المجال العلمي أهمية هذه الزيارة اسمه الشيخ ناصر بن حميد الخليفة حفظه الله ورعاه فهي أيضاً رسالة مهمة إلى كل المؤسسات التعلمية في مملكة البحرين بأن هناك اهتمام ورعاية والأعمال التي يتم تحقيقها والإنجازات التي يتم الحصول إليها هي مقدرة ومثمنة فاليوم هذه الزيارة كانت زيارة لها طابع مهم عندنا نحن في الميدان عندما نجد هذا الدعم فهو دعم لكل المسيرة التعلمية في مملكة البحرين القيادة دائماً نستند عليها في أنها هي توفر لنا أفضل العلم وأفضل الثقافة ودائماً متعاونة معنا في كل شيء كل هذا الخير اللي تشوفينا جداً هو عبارة عن أن القيادة قدمتها هدية إلى البحرين إحنا الحين بما معنى أهم قدموا لنا الإيمان والثقة والمواطنة الحق بصورتهم الجميلة علشان نحن نقرس فيه أطفالنا حب الله حب الملك وحب الوطن إلى جانب حب العلم والوطن مشروع اللي تقدمت بمدرسة البيان بجائزة زايد لطاقة المستقبل هو عبارة عن منصة تعليمية تشمل كافة التغنيات للطاقات المتجدة والاستدامة وتركز على الجانب التعليمي والتوعي للطلبة وهو فقط ليس لطلبة البحرين بل لكل طلبة ليس لطلبة البيان بس لكل طلبة البحرين جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مدرسة بيان البحرين حيث هنأ سموه إدارة المدرسة على فوزها بالمركز الأول عن فئة مدارس قارة أسيا المشاركة في جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل هذا ويمثل فوز مدرسة بيان البحرين تحقيقاً على أرض الواقع لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وتوجيهاته السديدة بالوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يعتبر الارتقاء بالتعليم جزءاً أساسياً منها ويؤكد هذا على دعم القيادة الرشيدة المستمر للعقول الشابة التي تطمح إلى رفعة وإعلاء اسم المملكة في جميع المحافل